موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرون وقعوا بفخ التصريحات الأمريكية الأخيرة فيما يتعلق بإيران أن الولايات المتحدة طلبت عقد جلسة خاصة في مجلس الأمن تناقش الوضع الإيراني وأن هناك مسؤولين أمريكيين من بينهم المبعوث الأمريكي الخاص لإيران صرحوا بأن الولايات المتحدة تضع كل الخيارات على الطاولة بما فيها الخيار العسكري للرد على إلغاء الاتفاق النووي وأن الاتفاق النووي لم يعد مطروحا للبحث لدى الإدارة الأمريكية وانطلقوا من هذه التصريحات للقول بأن الموقف الأمريكي قد تغير من إيران وبأن الولايات المتحدة ستدعم المتظاهرين وستقف إلى جانب حقوقهم ضد نظام الملالي وربما تنظم حملة عسكرية ضد هذا النظام بهدف إسقاطه الحقيقة أنا لست أبدا مع هذا الطرح وأقولها بمنتهى البساطة التجارب تشي عكس ذلك عندما بدأت الأزمة السورية وبدأ قتل المتظاهرين في سوريا على يد رجال نظام دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن أكثر من مرة واجتمع مجلس الأمن أكثر من مرة وكانت روسيا في كل مرة تضع الفيتو على قرارات مجلس الأمن وكانت الولايات المتحدة تقول لا نستطيع أن نتحرك ضد النظام في سوريا طالما أننا لا نملك قرارا من مجلس الأمن وفي حينه كنت أنا مذيعا للأخبار في قناة روسيا اليوم أذكر تماما ذلك المحلل السياسي من معهد كيرنجي الذي جاء ضيفا على نشرة الأخبار وسألته هل فعلا الولايات المتحدة منزعجة من الموقف الروسي والفيتو الروسي ضد قرار مجلس الأمن الذي يستهدف وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين في سوريا قال لي بكل وساطة الولايات المتحدة سعيدة بالفيتو الروسي فاستغرب كثير من الناس وأنا استغربت أيضا فقلت له ليتك تفسر لي هذا قال الولايات المتحدة لا تريد أن تتدخل في سوريا ولا تريد أن تزيع النظام في سوريا ولذلك تبحث عن حجة أمام الرأي العالمي والرأي العام الأمريكي بأنها لم تتدخل ضد النظام رغم كل جرائم النظام والحجة هي أن مجلس الأمن لم يستطع أن يتخذ قرارا بهذا الخصوص فقلت له لماذا لا تريد الولايات المتحدة أن تتدخل لخلع النظام في سوريا كما تدخلت بلدان عديدة لأسباب أقل من ذلك قال بكل بساطة الولايات المتحدة في هذا الملف تنسق مع إسرائيل وإسرائيل تريد البقاء على نظام بشار الأسد بكل بساطة هذه حقيقة قلما يأتي في وسائل الإعلام من يقول كلمة الحق من يكشف الأسرار من يدخل إلى عمق الأشياء ويقدم تحليلا موضوعيا حقيقيا قلما هذا يحصل الحقيقة تماما الآن الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للإعقاد لمناقشة الملف الإيراني ملف ماذا في إيران؟ ملف النووي امتناع إيران عن العودة إلى الاتفاق النووي وملف التظاهرات في إيران بكل بساطة اليوم إيران تتحالف مع روسيا في أوكرانيا روسيا سوف تضع فيتو على أي قرار يمس بإيران أو يهدد النظام بإيران بكل بساطة وهنا تأتي الولايات المتحدة لتقول لا نستطيع أن نتحرك ضد النظام في إيران لا نستطيع أن ندعم المتظاهرين في إيران لأننا لا نملك قرارا من مجلس الأمن الدولي تماما كما فعل بايدن في بداية عهده عندما صرخ بأنه أحضر بروفيسور متخصص بعلم الشيعة ليشرح له نظرية المهدي اليوم ربما هو قد استدعى بروفيسور متخصص بالشيعة ليشرح له نظرية التقية اليوم الولايات المتحدة والسياسة الدولية تسير بمفهوم التقية كل الذي يحصل من تصريحات سياسية خارج إطار ما تريده هذه الدول بكل بساطة هناك مشروع غربي تقوده الولايات المتحدة يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية إلى إضعاف الدول العربية إلى جعل هذه الدول دائما دولا من العالم الثالث لأن وقوف الدول العربية على أقدامها عزيزة كريمة سيفتح آفاقا أمام تطور هذه الدول وتقدمها السريع ومن شأن هذا التقدم وهذا التطور أن يؤدي إلى تشكيل قوة عالمية لطالما كانت مشتبكة مع الغرب عبر التاريخ وبالتالي الولايات المتحدة والغرب لا يريدون لهذا القمقم أن يقف على أقدامه من جديد يريدون لهذا القمقم أن يبقى نائما منشغلا بنفسه وبمشاكله وبأزماته وغير قادر على التحدي وغير قادر على المنافسة وغير قادر على المعركة مع الدول الغربية وبالتالي هم معنيون دائما بدعم نظام كنظام الملالي في إيران من أجل تدمير الدول العربية وإشغالها بقضايا هامشية معنيين بدعم تنظيم كتنظيم الإخوان المسلمين يدعو لإسقاط الأنظمة الدكتاتورية المستبدأ وكل هذه الشعارات بهدف جعل هذه الدول دائما منشغلة بثورات ونعارات وفتن ومشاكل داخلية هذا هو المشروع الغربي وبالتالي أنا لا أرأ أبدا بأن التصرحات الأمريكية الجديدة هي تغير في الموقف الغربي أو الأمريكي تجاه إيران يعني هناك من يعتقد بأن الدول الأوروبية اليوم هي غاضبة من إيران بعد أن انكشف الدور الإيراني في تقديم سلاح الطائرات المسيرة العمياء الانتحارية لروسيا في حربها في أوكرانيا وبعد التقارير الإخبارية التي تحدثت عن تقديم إيران لصواريخ رخيصة الثمن للجيش الروسي يستخدمها أيضا في أوكرانيا بكل بساطة نعم قد يغضبون من النظام في إيران وقد يعني يتخذون بعض الإجراءات ولكن هذه الإجراءات لن تصل أبدا إلى مرحلة إسقاط النظام لأن هذا النظام يقوم بمهمة شن الحرب خلف خطوط العدو لصالحهم ولا يمكن أن يسقطوا هذه الورقة من يده ثم إن النظام الإيراني يقدم لهم خدمات جليلة حتى الآن رغم مساعدته لروسيا في أوكرانيا ومن هذه الخدمات ما كشف عنه من اتفاق بين لبنان وإسرائيل بضغط من حزب الله ورعاية حزب الله يعطي إسرائيل أكثر مما تستحق على حساب الحقوق الوطنية والتاريخية لللبنانيين في أرضهم ومياههم الإقليمية هذا الموضوع يضج الآن في لبنان في كل وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس في كل مكان واضح تماما أن هناك صفقة بين إيران وإسرائيل إذا كانت إيران قد قدمت لإسرائيل كل هذه التنازلات باسم لبنان فماذا على إسرائيل أن تقدم لإيران؟ على إسرائيل أن تهدئ أي غضب غربي تجاه إيران على إسرائيل أن توقف أي مشروع غربي لإسقاط النظام في إيران على إسرائيل أن تتدخل دائما لكي تمنع أي دعم غربي للمتظاهرين في إيران والذين ينادون بإسقاط النظام هذه هي المعادلة باختصار وقد اقتربت الدقائق العشر من النهاية وقد تعهدت لبعض أصدقائي بأن لا تتعدى حلقات الدقائق العشر بعد اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في الحلقة القادمة